اشتركوا في القناة 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 في الحلقة السابقة الاصحاح الاول من سفر التكوين بخلق الله للانسان واقامته في جنة عدن هذا الانسان اللي سيده الله على كل الخليقة وامر الخليقة انه طيعه بشرط ان يطيع هو الرب لكن السؤال اللي بيبقى هون هو هل اطاع الانسان الرب والجواب اكيد كلكم تعرفوه انه لا فقد الانسان سلطانه وفقد طاعت الخليقة له لانه فقد طاعته للرب وفي حلقتنا لليوم اختي الاحبة راح نشوف مع بعض هذا الانسان وما حدث معه في جنة عدن بسبب عصيانه لكن بعض الفاصل فابقوا معنا بعض الفاصل خبني معاك نمشي سوى المشوار خبني معاك نمشي سوى المشوار رجعنا لكم اختي الاحبة من جديد حتى نتابع مع بعضنا دراستنا للكتاب المقدس وخاصة سفر التكوين ونحن اليوم ببداية الاصحاح التاني فأهلا وسهلا فيكن وبتمنى انه تتابعونا وهيك نرفع قلوبنا مع بعضنا كلنا بالصلاة حتى نقوله للرب انه المعلومة اللي بدنا نهدها بتكون يا رب حقيقة تنزل فيها من عقولنا الى قلوبنا حتى نعرف الحق والحق يحررنا بيبدأ الاصحاح التاني من سفر التكوين بالآية اللي بتقول وخلينا هيك نقرها مع بعضنا الاصحاح التاني من سفر التكوين وبتقول في الآية الاولى فأكملت السماوات والأرض وكل جندها وفرغ الله في اليوم السابع أكملت السماوات والأرض وكل جندها وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراحة من جميع عمله الذي عمل الله خالقا الآيات من واحد ولغاية الآية رقم الثلاثة وهون بهاجم البعض صحة الكتاب المقدس وبيقول أو بيسأل سؤال هل يتعب الله لكي يستريح ويمكن هذا السؤال نطرحه كلنا أحياناً وقتنا نقرأ قراءة متسرعة شوي في قراءتنا الكتاب المقدس هل يستريح الله أو هل يتعب الله لكي يستريح للإجابة عن هذا السؤال المهم خلونا أول شيء نشوف شو عم بيقوله الكتاب المقدس عن هذا الموضوع نقرأ مثلاً في سفر إشعياء عن الرب بيقول بسفر إشعياء إنه الرب إله الدهري الرب خالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعيى بإشعياء أربعين والآية ثمانة وعشرين وأيضاً بنشوف في سفر التكوين ما يقوله الله عن نفسه وقت الظهر لإبراهيم وقت الظهر لإبراهيم بيقول أنا الله القدير والسؤال هو إذا كان الله لا يكل ولا يعيى وهو إله قدير وعظيم عظيم القوة فلماذا يقول الكتاب المقدس أنه استراح هون حابب أنا هيك نعرف أول شيء معنى كلمة استراح كلمة استراح من الناحية اللغوية أو من الناصية اللغوية في اللغة الأصلية للعهد القديم طبعاً كتبت باللغة العبرية تنطق شبات والمشتقة منها أو اللي إجت منها كلمة سبت ومعناها الحرفي هو التوقف عن العمل أو يكف عن القيام بعمل ما أو يضع نهاية وحد لأمر أو شيء ما استخدمت هالكلمة نفس الكلمة استخدمت لوصف فترة السلام في الأرض وقتل بنقرأ مثلاً في سفر القضاة عن جدعون بيقول واستراحت الأرض أربعين سنة في أيام جدعون كلمة شبات أختي أي التوقف عن العمل وهذا التوقف لا يأتي وهنا أمر كتير مهم لا يأتي نتيجة تعب أو إرهاق حاشاً لله أنه يتعب لكنه يأتي نتيجة اكتمال العمل عمل الخلق أي عمل؟ عمل الخلق أكمل الله عمل الخلق بخلق الإنسان وبالتالي يخبرنا الكتاب بلغة بسيطة بأنه الله استراح فإذا كلمة استراح الله تأتي دلالة أو دالة على نهاية عمل الخلق ومن ناحية التانية الكتاب المقدس هو رسالة الله للبشرية شو معنات هذا الكلام؟ معناته أنه الله باعتبار أنه هل الكتاب المقدس هو رسالة الله للبشرية فلازم يخاطب البشرية بمصطلحات وبلغة بتفهم البشر مش هيك؟ أكيد حتى البشر تدرك حقائق الأمور اللي عن الله وإلا لكان الله عم يتكلم مع الإنسان بلغة الإنسان ما عم يفهمها فكيف رح يتعامل الله مع الإنسان بغير لغة الإنسان؟ استخدام هالصفات البشرية في وصف الله تعرف في علم اللاهوت بنسميها بالأنثروبوموفيزم أي تشبه الله بالإنسان أو تشبه الله بصفات بشرية والهدف منه وصول المعاني الإلهية للإنسان بلغة قريبة جداً لإله حتى يفهم الإنسان عشان هيك تجي معنا كلمة استراح إلى اكتمال العمل لأن الله وجد أنه خليقته مكتملة تماماً ولا يحتاج إلى إضافة أي شيء عليها بعدها بيخبرنا بالآيات اللي بتجي بعدها خلينا نبلش من الآية الثالثة لأن الآية الثالثة فيها كمان كلام حلو بيقول وَبَارَكَ اللَّهُ الْيَوْمَ السَّابَعُ وَقَدَّسَهُ لأنه فيه استراحة من جميع عمله الذي عمل الله خالقاً هنا بنلاحظ وفينا نلاحظ تميز اليوم السابع أخوتي وتفرده عن بقية الأيام في هذا النص بسهولة جداً فهو اليوم مثلاً الذي لا يبدأ بعبارة وقال الله مثل الأيام اللي كان الأي يوم الأول بيقول وقال الله واليوم الثاني قال وقال الله لكن هون بيتفرد اليوم السابع بأنه لا يأتي بعبارة أو لا يبدأ بعبارة وقال الله وأمر آخر بيتميز فيه هذا اليوم السابع أنه ما بينتهي بعبارة أو بعبارة انتهت فيها الأيام الستة اللي سبقته قبل وهي وكان مساء وكان صباح اليوم الأول أو اليوم الثاني أو اليوم الثالث في اليوم السابع لا ينتهي بهذه العبارة في اليوم السابع أختي هو اليوم الوحيد اللي باركه الله وقدسه ويعد ذكر اليوم السابع وارتباطه بالراحة كتمهيد وإعداد للقارئ على اللي رح يصير بعدين وقت الرب بيوصي شعبه لاحقا أنه يحفظ يوم السبت ويقدسه بيوصي بسفر الخروج والإصحاح عشرين والآية الثامنة والتاسعة وعاشرة بيقول عليهم الكتاب بيقول اذكر يوم السبت لتقدسه ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك فيه سبت للرب إلهك إذن عم بيحضر الإنسان عم بيحضر القارئ إلى أنه هذا اليوم اللي ميزة حلوة ميزة جميلة هذا اليوم باركه الله ليش قال بها البداية هاي ببداية سفر التكوين حتى يحضر الشعب لما سيعطيه الرب الإله من وصية أو من أمر مثل ما شفنا في سفر الخروج بعدين بيكمل في الآية الرابعة من إصحاحنا اليوم إصحاح سفر التكوين إصحاح الثاني بالآية الرابعة بيقول هذه مبادئ السموات والأرض حين خلقت يوم عمل الرب الإله الأرض والسموات وكلمة مبادئ يمكن أشرنا إليها بالحلقات الماضية لكن بعيدة كمان اليوم كلمة مبادئ هون تعني مواليد أو بدايات وتتعلق الكلمة بمبدأ خلق الكون اللي أبدع الله في خلقه وبيتحول التركيز هون أختي على الأرض تماما ليشرح لنا كيف كانت عم تتحضر هالأرض لاستقبال رأس الخليقة اللي هو الإنسان ولابد هون أنه نوه أنه بهذا الإصحاح الإصحاح الثاني منه أبدا إصحاح الثاني من سفر التكوين منه أبدا قصة أخرى للخلق مثل ما بيدعي البعض إنما التكرار هون حتى يركز على رأس الخليقة وتاجة الإنسان اللي نفخ الله في أنفه نسمة حياة وعلى كيفية الخلق اللي صار بنشوف مثلا بالآية سبعة من سفر التكوين الإصحاح الثاني بالآية السبعة شو بيقول بيقول وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حياة وهذا وهيك كمان بيصور لنا هذا الإصحاح عمل الله الخالق بلغة بشرية حتى يفهمها الإنسان وبعد ما خلق الله الإنسان عمل له جنة حضر له إياها قبل طبعا ما يخلق الإنسان حضر له هاتجنة كله ووضع الإنسان بعد ما خلقوا بهاتجنة تفاصيل هاتجنة بيشرح لنا يا هالكتاب بصفر التكوين بالإصحاح الثاني من الآيات 8 و 9 بيقول وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا ووضع هناك آدم الذي جبله وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل وشجرة الحياة في وسط الجنة وشجرة معرفة الخير والشر موجودين اتنينتهم في وسط الجنة جنة عدن هي جنة مثل ما قلنا أرضية كانت على الأرض وهذا واضح من خلال الآية التي قرأناها قبل شوي خاصة وقتل بيقول وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل إذا من وين أنبتها؟ من الأرض فجنة عدن هي جنة أرضية وبعدها في الآيات التي تتبع وصف الجنة بيحدد لنا جغرافية هذه الجنة وين كانت؟ من خلال النهر الذي كان يخرج من عدن ليسقي الجنة هذه كلها وهذا النهر كان يقسم إلى أربع رؤوس أو أفرع خلينا نقول ما ذكرنا الكتاب أو الوحي المقدس أنه اسم النهر الكبير اللي كان عم يخرج من وسط جنة عدن لكنه ذكرنا اسم ووصف الأربعة فروة بيقول عنهم في الآيات اللي تتبع بعشرة ويدعش بيدعش بيقول اسمه الواحد في شون وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الزهب وذهب تلك الأرض جيد هناك المقلو وحجر الجزعي هناك المقلو وحجر الجزعي آياتي ضاعش واثناش المقل هو صمغ عطري والجزع هو حجر كريم العقيق العقيق اليمني بيسموه ولونه أسود وأبيض بعدين بيكمل بيقول واسمه النهر الثاني جيحون وهو المحيط بجميع أرض كوش أرض كوش توقع في وسط وجنوب البلاد العربية والآية 14 بيقول واسمه النهر الثالث حدقل أي نهر دجلة وهو الجاري شرقي أشور والنهر الرابع الفرات هالآيات من إضاعش لغاية 14 بتشرح لنا توصف لنا هالأربع رؤوس أو أسماء الأربع أنهر أو الأربع ثروة وضع الله آدم في هالجنة اللي يعمل ويشتغل فيها ويحفظها وفي هالجنة وضع الله شجرتين هالشجرتين اللون طابع خاص وحدة سمعنا عن اسمه اسمه شجرة الحياة واللي يأكل منها يقول الكتاب يحيا إلى الأبد واللي بعدين إن شاء الله بنعمة ربنا رح نعرف رموز هالشجرة الحياة لشو كان ترمز لكن ممكن هلأ خبر عن موضوع أنه شجرة الحياة كانت ترمز إلى شخص الرب يسوع المسيح اللي قال في يوم من الأيام في العهد الجديد أما أنا فقد جئت لتكون لهم الحياة بل الأفضل والشجرة الثانية أيضا كان إلا طابع خاص ولغرض خاص وضعها الرب في جنة عدن وهي شجرة معرفة الخير والشر اللي رح تكون بمثابة امتحان لالتزام الإنسان بالمسؤولية أختي الأحبة رح نتعرف مع بعض أكتر على طبيعة هاي الشجرتين شجرة الحياة وشجرة معرفة الخير والشر التي وضعها الله بمثابة امتحان للإنسان والسؤال اللي يطرحه الجميع رح نعرف إجابته ليش مدام الله بيعرف أنه الإنسان سيسقط لماذا وضع له هذا الامتحان لكن الجواب رح نسمعه مع بعض بعد الفاصل فقوا معنا خبني معاك نمشي سوى المشوار خبني معاك نمشي سوى المشوار رجعنا لكم أختي الأحبة بهالحلقة بحلقتنا لليوم من برنامج خبني معاك حتى نتعرف على تفاصيل من الوحي الكتاب المقدس أو من الوحي الإلهي اللي بيعلن فيه ربنا عن أمور جدا مهمة وسؤال طرحناه قبل الفاصل أنه مدام الله بيعرف أنه الإنسان رح يسقط أو رح يسقط في التجربة لماذا وضع أمامه هذا الامتحان عزيزي المشاهد أختي المشاهدة بخبرنا الكتاب في الآيات ستعش وسبتعش قائلا عن هذا الامر بيقول وأوصى الرب الإله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلا وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا تموت كتير من الناس بيوقفوا عند هالآية وبيتساءلوا ليش بيوضع الله مثل هالشجرة وبنفس الوقت بيمنع آدم من الأكل وإن كان هو الله فلا بد له أن يعرف أنه سوف يأكل منها آدم ومع هيك وضعها ووضع آدم في هذا الامتحان الصعب للإجابة على هذا السؤال خلونا هيك شوي نرجع للورا مثل ما ذكرنا في الحلقات الماضية من برنامجنا اللي عم نشرح فيه الكتاب المقدس أنه يوم خلق الله الإنسان بيقول الكتاب خلقه على صورته كشبهه وعرفنا أنه معنى صورته وشبهه تعني هون أنه الله أعطى للإنسان صفات خاصة من صفاته ووحدة من هاي الصفات هي الإرادة الحرة وطبعا هذا يليق بالله وليش لأنه الإنسان أنه يكون مخلوق على صورة الله أو الذي خلقه الله على صورته لازم يتمتع بهيك صفة جميلة اللي اسمها صفة الحرية أو الإرادة الحرة صاحب إرادة حرة هذا الإنسان وما أنه مجرد آلة بتتبع الله بلا تفكير ما أنه مجرد حجر شطرنج الله بيحرقنا مثل ما بده لا الإنسان صاحب إرادة وبدون هالإرادة هاي ما فينه ياخد القرار نفسه لكن عندما أعطاه هالإرادة الحرة أعطاه أيضا امتيازات كتيرة امتيازات خلته يكون رأس للخليقة ومتسلط عليها تماما كأي امتياز عليه مسؤولية وحتى تمتحن الإرادة إن كان آدم رح يخضع لله بإرادته الحرة وخصوصا أنه ما منعه من الأكل على الإطلاق مثل ما رأينا لكن منعه من شجرة وحدة بس منعه من شجرة معرفة الخير والشر وما منعه مثلا أنه يأكل من شجرة الحياة اللي بترمز للمسيح مثل معرفنا لأنه لو أكل منا بإرادته كان رح يحيا إلى الأبد ثم للي بيقول لماذا امتحن الله آدم وليش ما منعه من أكله بقول أنه لا معنى وهون هيك أنتبهوا معي على الكلام لا معنى إطلاقا للحب ولا قيمة له إن لم يكن هناك حرية مطلقة وفي مقولة قال كتير من المفكرين لكن على رأس سي أس لويس بيقول الحب بالقوة الحب بالقوة هو اغتصاب والله أختي أرقى من أنه يجبرنا على نحبه على أنه نحبه هو بيريدنا نكون كائنات عاقلة قادرة على أنه نقرر ونختار لنحب بكامل إرادتنا وإن كان الله قد أعطى الحرية للإنسان فلا معنى إطلاقا لحرية فعل الخير إن لم يكن هناك حرية لفعل الشر ما بحسن سميه حرية وأنا لا أملك إلا خيار واحد فقط وهو أنه أفعل الخير يعني خليني أشرحها بطريقة تانية إذا أنا عندي الحرية إنه أعمل الشر مثلا فإذا كلما أجيت لأعمل الشر ربنا بده يضرب على إيدي لا تعمل لا معنى إطلاقا لها الحرية إذا أنا عندي خيار واحد بس بدي أعمل الخير فهي لا تدعى حرية كاملة أو حرية الإيرادة الكاملة الله أعطى هالحرية للإنسان لكن بنفس الوقت هالحرية فعليا مسؤوليات فعليا مسؤوليات خلونا نروح للآية 18 من إصحاحنا اللي عم نشرحه اليوم ونسمع شوفه بيقول الرب إذ يقول وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره عزيزي المشاهد أختي المشاهدة من محبة الله للإنسان أنه يشعر بوحدة الإنسان وسط جميع الخلائق الأخرى اللي خلقها الإنسان لم تكن كل المخلوقات خليني أقول غير العاقلة لتملأ فراغ آدم حتى أنه الرب الإله بيقول ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره حتى الآن كان كل ما سمعناه من تقرير الله عن خليقته أنه حسن لكنه حسن جدا لكن في فقط هون ولأول مرة بيقول الله عن شيء أنه ليس جيد نعم إخوتي ليس جيدا أن يكون آدم وحده بلا رفيق أو شريك السماوات مثلا من دون المجرات من كاملة البحر بدون أسماك غير كامل ومن دون الإنسان والحيوان بتكون الأرض غير كاملة مشان هيك هاي حقيقة بنشوفها في سفر التكوين أنه كل أمر محتاج إلى أمر آخر حتى يكتمل ويقوم بدوره ومن الملاحظ هون أنه الله نفسه هو اللي قرر وحكم بأنه ليس جيدا أن يكون آدم وحده فالله لم يطلب رأي آدم ولم يسأله عما ينقصه ويحتاج إليه لكنه بصفته الخالق بيعرف شو اللي بيلزمنا من احتياجات قبل أنه نسأله المشروع هون خليني أقول بكلمات جريئة المشروع منه مشروع بشري هو مشروع إلهي والتصميم هو تصميم إلهي وبنلاحظ أنه الله وضع في البداية آدم لوحده في الجنة وهذا مش يعني مش بدون حكمة لا كان فيها حكمة أنه الله مثلا ما كان يعرف أنه من قبل أنه آدم رح يشعر بالوحدة لا كان يعرف لكن كان وراها حكمة حتى يهيئ من خلال شعور آدم بالوحدة لاحتياجه إلى معين نظيره يعرف أنه لازم له معين نظيره مشان هيكي بنشوف وقت الله أحضر حواء لآدم آدم احتفل فيها وقال هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي هذه تدعم امرأة لأنها من امرأ أخذت لأنها من امرأ أخذت في تكوين الاصحاح الثاني والعدد 23 وحتى يأتي الرب الإله بشريك لآدم بخبرنا الكتاب في الآية 21 و 22 عن العملية اللي صارت فبيقول فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنا يمكن هاي أول عملية بالكون بيستخدم الرب الإله فيها التخدير هون العمليات جراحية كلها تبعصرنا هاي نعمة إنه يكون فيه المخدر اللي بيخدروا فيه المريض حتى ما يشعر بالألم كمان ربنا بيقول ألقى على آدم سباتا فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام فأخذ واحدة من أضلعه وملأ مكانها لحما وبنى الرب الإله الضلع الذي أخذها التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم وهون بنشوف كيف إنه الزواج هو ترتيب وتصميم ومبادرة إلهية إلهية رائعة مبنية على أنه يكون الطرفين في وحدة فريدة ورائعة أخوتي الأحبة هيك فيني يقول أنا إنه الزواج منه من اختراع بشري لكن الزواج هو اختراع إلهي الله اخترع الزواج وأحضر حواء إلى آدم باعتبار المرأة جزء منه وهذا ما أدركه آدم وقتل آهل هذه الآن عزم من عظامي ولحم من لحمي هذه تدعم رأة لأنها من مرؤ أخذت بعد هذا الأمر يأتي تعليق الروح القدس على هالعلاقة الجميلة جدا في الآيات أو في الآية خليني يقول 24 بيقول في الآية 24 لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكوناني جسدا واحدا ويكوناني جسدا واحدا خبرنا الروح القدس هون عن العلاقة الفريدة بين الرجل والمرأة واللي لا تقبل أي شخص آخر بينهم رجل واحد وامرأة واحدة زوج واحد وزوجة واحدة باتحاد فريد بيترك الرجل فيه أباه وأمه وتنسى المرأة شعبة وبيت أبيها مش تنسى وبيترك يعني بمعنى أنه رفضوا أهلهم لا بمعنى أنه ما عد فيه أي شيء آخر بعد هالعلاقة اللي جماعتنا مع بعضنا بيكون إلى أهمية أكتر مننا أكتر شيء مهم بحياتنا هو هالعلاقة اللي هو تربط الرجل الزوج بزوجته حتى يصيروا اثنين جسد واحد ويكونوا كيانا يكونوا كيان روحي جديد ملتصق التصاق حقيقي فريد من نوع عديشه عظيم ترتيب الله أختي وقت بيخضع الإنسان لترتيب الله بتصير حياته راقي جدا وفيها شبع وفيها فرح البعد عن هالترتيب مثل ما صار مع آدم بيطلف الصورة اللي رسم الله للزواج الحقيقي وعلاقة الرجل بالمرأة واللي هي صورة رمزية رائعة لعلاقة المسيح بكنيسته وهل سؤالي أنا اللي بيطرحه هل ترك المسيح كنيسته لأي سبب لا لكن بيخبرنا الكتاب عن هالعلاقة بيقول عنه إنه كما أيها الرجال أحب النساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وكيف أحب المسيح الكنيسة بأنه بازل نفسه دونه وهنا بنشوف هاي الصورة من التعبير العجيب اللي بيعبر فيه الكتاب المقدس وقت اللي بيقول أخذ الله ضلعا من آدم بيقول وبنى الرب بالإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة والقارئ للوحلة الأولى بيتعجب ليش استخدم الكتاب بالذات فعل بنا ليش ما قال مثلا خلق منه مثل ما ما بنقول خلق الله من آدم أو من التراب آدم ليش قال بنا لكن بيزول العجب وقت اللي بنسمع الرب يسوع المسيح بعد أربع تلاث سنة من هاي الحادسة هاي بيجي بإنجيل متى وبيخبرنا عن الكنيسة رمز الرمز اللي اللي كان فيه موضوع الزواج بين آدم وحواء أو بين الزوج والزوجة اللي بيرمز إلى علاقة المسيح بكنيسته بيجينا بعد أربع تلاث سنة الرب يسوع بيقول وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها العلاقة أختي بين الرجل والمرأة مبنية تماما على علاقة الرب يسوع بكنيسته أختي آدم وقع عليه سبات ونام حتى تأتي منه حواء والمسيح حتى يحضرنا نحن كنيسته إليه دفع تكلفة غالية جدا حتى يظهر أو يظهر ويعلن محبته إلنا سؤالي إلنا هل قبلنا نحن هل محبة هل هل قبلنا هل العمل الرائع اللي عمله الرب يسوع المسيح من أجلنا وإنه دفع تمن مش مش بفضة ولا بيدهب لكن بدم كريم هل نحن قبلنا هالمحبة هل يا ترى بعد قبولنا للمحبة بدنا هالعلاقة الرائعة اللي أراد الله نكون بين آدم وحواء كشبه أو كرمز أو كمثال على علاقته بكنيسته هل نحن في علاقة حي وصادقة مع المسيح إذا ما كنا بعد اليوم هي رسالة من اليوم أنه نحن نقوله يا رب نشكرك على العمل العظيم الجبار اللي عملته من أجلنا وندعوك أنه تدخل إلى حياتنا حتى يا ربي تخلينا نتصل معك ومثل ما بيقول الكتاب نسيره كما سار زاكا أيضا أختي الأحبة بإتمامنا لشرح وتفسير الأصحاح التاني نختم حلقتنا لليوم من برنامج خدني معك حتى نعرف أكتر عن هال الكنز العظيم اللي اسمه الكتاب المقدس وعن إرادة الله بالإنسان أو للإنسان اللي هو دائما يريد مننا قداستنا يريد مننا أنه نخلق خليقة جديدة بعلمنا فيه الحق من خلال الكتاب المقدس تابعونا بالحلقة القادمة من برنامج خدني معك حتى نكمل فيه شرحنا للإصحاح التالت من سفر التكوين وإلى أن ألقاكم الله معكم خدني معك نمشي سوى المشواء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر